اشتركوا في القناة والخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية يعني بعد أربع ساعات من بث هذه الحلقة يعني للساعة ستة واثناشر دقيقة من مساء الليل الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر يعني معنا آخر يوم الخميس القمر موجود في منزلة المؤخر طبعا القمر موجود في برج الحوت بما أنه موجود في برج الحوت معناته نأخذ من صفات برج الحوت بالفترة هاي فبتأثر على جميع الأبراج صفات برج الحوت فعشان هيك بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين ممكن يتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوس عن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اللي مؤثرة علينا واللي هي الزوايا البطيئة في زاوية اليوم آخر يوم لإلها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين أورانوس وهاي طبعا زي ما حكينا تأثيراتها لغاية يوم ثلاثة اثنين مع نهاية اليوم بتنتهي هاي زاوية من الزوايا الخطيرة اللي لمسنا تأثيراتها خلال الفترة الماضية إنه بيتمردوا بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب برضو بيتمردوا بعض الأبناء على أهليهم غالبا في هاي الفترة تحدث بعض الثورات أو التفجيرات أو الانقلابات العسكرية أو الاختيالات يعني أنه دائما هاي فترة صعبة جدا على كل دوليا يعني أما بالنسبة للمتوقع برضو خلال هذا اليوم إنها بتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما احتمال الضربات أو اجتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وقوع برضو بتدل على حوادث طبيعية مدمرة مثل العواصف والزلازل سقوط الطائرات حوادث إلها علاقة بسك الحديد يعني كل الأمور هاي تقريبا بالفترة الماضية لما سناها أما بالنسبة للزاوية الأخرى واللي هي مستمرة لغاية يوم ثمانية اثنين هي زاوية بين الزهرة وبين أورانوس وهي بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقات غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كمان في هاي الفترة بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية الأخرى واللي برضو إلها تأثيرات لغاية يوم تسعة اثنين هي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين المشتري واللي طبعا زي ما حكينا تأثيراتها ليوم تسعة اثنين بتخلق جو من التسامح ممكن شوي نتسامح مع بعض الأخطاء أو الأشخاص اللي بيخطأوا بحقنا ومنمد يد العن لبعض الأشخاص وهي بتدفعنا للتراجع عن خطأ ما ممكن نكون نتخذين القرار مثلا ولكن نجد أنه احنا غلطانين فيه من نتراجع عنه أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية برضو بين الشمس وبين زحل وهي مستمرة لغاية يوم تسعة اثنين بتخلق مصاحب عرقيل بتحتاج منها أن نبدو الجهد أو التصميم والإرادة لتجاوزها وبتدل على تراجع اهتمام الحكومات بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم وصناعة ثقيلة وإضرابات في قيم البورصة بصعود ونزول وإهتمام قلة اهتمام الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين أعمال عمال المناجم وتضييق الخناق الأمني على شعب ما وهي برضو ممكن تزيد من نفوذ المحافظين والمتطرفين والتعصب لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون الزاوية ذروتها الساعة 35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها تقريبا من ساعات الفجر لغاية ساعات الحصر طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي برضو نفس الشيء تقريبا الساعة 36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتتشكل هاي الزاوية برضو هي من ساعة الفجر الباكر بتبلش تأثيرات هاي الزاوية وبتستمر لغاية ساعات العصر طبعا هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اقتران سلبية وهاي رح تكون بين القمر وبين نبتون طبعا هاي الزاوية رح تكون في ساعات المساء المتاخرة يعني الساعة 11 و53 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين ومعنى أنه منعتمد بمشاعرنا أنه منحس بزيادة بشكاو الناس ممكن أنه ننفعل أو نعصب أو نتخذ قرارات على حسب أي كلمة من أي شخص ممكن شوي هيك يستعطفنا بكلامه أو شكواه فهي المقصود بنعتمد بمشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي اليوم بدها شوي هيك نعطيها عناية إضافية اللي هي القدمان وأصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية فيه هرمونين طبعا إحنا دايما نحكيهم الاندروفين والميتالومين وهم هدول هرمونين واحد مسكن للألم واحد مساعد على النوم فهدولة بصير فيهم بعض الاضطراب فعشان هيك فيه أشخاص بحسوا بالأوجاع الزيادة بالفتراء وبرضو بصير فيه نوع من الأنواع الأرق أو القلق أو قلة النوم أو الصعوبة في النوم أو حتى الكوابيس والأحلام المزعجة فطبعا هاي الأعضاء هي أصبحت الآن أكثر حساسية فممكن بعض الأشخاص يشعروا بآلام في هاي المناطق في خلال هذا اليوم فعشان هيك اللي بشعر في آلامه بحاجة أنه يراجع طبيب ما يتأخر بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل طبعا هو غير مناسب ما زالت الأمور غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لغاية ما الأمور يعني شوي يعني تراجع العطارد اللي لحد الآن هو اللي بيأثر يعني ضايله بكرة تقريبا يوم أربعة اثنين وبانتهي من التراجع بده ثلاثة أيام بعديها ولكن ابتداء من بعد بكرة بيقدر أي واحد يعمل أي عملية جراحية لأنه الأجواب تصير إيجابية أكثر ولكن برضو هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ ويصلح للقص العلاجي للي عندهم ضاعف في شعرهم أو عندهم تساقط وبدهم يعملوا علاج للشعر هذا يوم مناسب أما بالنسبة لمطعوم كورونا فاليوم برضو مناسب ما في أي مشاكل ولكن احتماليا أنه يشعر الواحد ببعض الأعراض مثل الصداع أو ارتفاع في درجات الأحرارة بده يأخذ اللي هو بندول أو براستيمول اللي هو حبتين كل ست ساعات لمدة ثلاثة أيام وبرضو مكان اللقاح بالكتف يضع له كريم فوسدين اللي هو مضاد حيوي على أساس أنه يعالج الالتهاب إذا صار طبعا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 4-1 بيبدأ فيه تمام الساعة 9 و40 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 2 و56 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اللي هو الهلال الجديد عمره 3 أيام في تمام الساعة 7 و5 دقائق صباحا بيصبح 4 أيام نسبة الإضاءة بتصير 10% يعني سهل مشاهدة الهلال أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 منتحس بنسبة 50% القمر في الحوت حتى يوم 4-2 سعيد بنسبة 100% الآن ولكن مع ساعات الصباح الباكر بيصير سعيد بنسبة 45% من لغاية ساعات المساء تقريبا عند غروب الشمس بيصير القمر منتحس بنسبة 15% يعني متناقص من 100% لمنتحس في ساعات المساء أما بالنسبة للعطارد في الجدي متراجع حتى يوم 4-2 بعدما يرجع للحركة الأمامية هو اليوم سعيد بنسبة 10% الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم أهم شي انكم تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا أنك تأخذوا فترة من الراحة من وقت لآخر أنت اليوم في أضعف وأقل أيام الشهر حظا فما تراهن على الحضوظ أبدا وحاول أنك ما تحسن أي أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب توقع أنه يكون فيه نوع من أنواع الفوضى أو التأخير أو خسارة بشيء معين وبرضو بتكن تنتبهوا لصحتكم بشكل كبير بهاي الفترة صحيح ما فيه إشي بخوف ولكن لازم الانتباه للصحة برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكوا بين أصدقائكم اليوم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أو أحد المعارف اللي انتو بتعرفوهم خصوصا إذا كانوا من الناس اللي متسلمين مناصب أو اللهم بعض الصلاحيات اللي انتو بحاجتها حاولوا اليوم تطلبوا المساعدة وما تترددوا برضو بتقديم المساعدة لأي شخص بطلبها منكم في هاي الفترة اليوم إيجابي لهذا الموضوع في نوع من أنواع التحالف رح يصير ما بينك وبين الزملاء الأصدقاء الجيران أهم إشي أنه ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس لأنه اليوم فائدتك كلها من الأشخاص والعلاقات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء القمر طبعا موجود في بيت السمعة عشان هيك رح تركزوا على مصالحكم في مجال العمل وبرضو هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل يعني تقدر اليوم تقدم أوراقك أو مقابلة عمل أو أنه أشخاص مثلا يدعموك لعمل ما هذا يوم برضو ممتاز جدا ممكن تحقق من خلاله إنجاز أو تحرز نوع من أنواع التقدم ولكن زي ما حكينا يوم أمس إنه هذا يوم بتطلب نوع من أنواع الانتباه لأنه فيه ممكن بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالعائلية أو الشخصية تظهر على الساحة تكون بحاجة للانتباه أكثر اليوم ما فيه داعي للمغامرة والمجازفة والتهور لأنه هذا بيت السمعة طبعا رح يسبب لك مشاكل برج السرطان هذا يوم مناسب لكل إشيه له علاقة بخارج البلاد بأشخاص خارج البلاد أجانب سفر اتصالات امتحانات جامعية قضايا قضائية اليوم ممتاز جدا على كل الأنواع فعشان هيك اليوم اللي برغب بالسفر أو الاتصالات أو ممكن تجي معلومات من خارج البلاد أو اتصال أو شخص من خارج البلاد يرجع للبلد ممكن اليوم برضو تزيدوا نوع من أنواع التفاهم ما بينك وبين أحبائكم أهم شيء أنه اليوم ما ترتجل أي عمل ما تستخف بالواجبات الأضوى مسلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية وهي تعتبر فترة مهمة جدا بتطلب منك أنك أنت تستغلها لأنها رح تكون لصالحك برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة بتكون اليوم لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو قرض أو أمور إلها علاقة بمستردات مالية أو بمطالبة بحقوق لا إله صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية بهاي الفترة أهم شيء أنك تحذروا من إهمال نقاط إلها علاقة بالإدارة أو إدارية أو قانونية أو أوراق دولة أنت بحاجة إلى استشارة ذوي الخبرة ممكن اليوم تعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملات رسمية أهم شيء أنك ما تتذمر وبرضو في نفس اللحظة إلى إذا في أي معاملات مالية أو فواتير أو التزامات اليوم تقدر أنك تنهيها برج العذراء ابتتركز جهودكم اليوم نحو تدعيم شراكاتكم القمر موجود مقابلكم فعشان هي بعزز النقطة هاي للتواصل مع الشركاء أو الاتفاق أو تراجعون قرار سابق أو مصالح ما بينك وبين الشركاء بالعاطفي أو بالعمل طبعا هذا يوم مناسب للتفاهم يعني منتاز جدا ولكن لأن مقابلكم وبسحب منطاقتكم فتعتبر في صعوب معينة ممكن تظهر من القمر بتعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية إذا انت خالفت القوانين عشان هي بحذرك من عدائة الجو والنفور والخلافات والتوتر وبدك تحاذر المشاكل على أنواعها لأنه أنت الحلقة الأضعف خلال هذا اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا العمل بدأ يتراكم عندكم فعشان هيك بتكوا تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم هذا يوم مناسب لأمور إلها علاقة بالرياضة بالحركة بفحصات دورية علاجية ممكن بعض موليد برج الميزان يشتكوا من إرهاق أو تعب صحي فعشان هيك بدهم ينتبهوا لأنه ممكن هاي تكون بسبب ضغوط معينة أو ضغوط عمل فحاولوا إنكوا ما تأجلوا أعمالكم وما تضيعوا الوقت فأهم شيء إنك برضو ما ترهق حالك كثير يعني الأعمال الضرورية والمهمة هي اللي أنت بدك تنتبهلها اليوم ما في داعي تشغل حالك بأمور ثانوية نهائيا وحاول إنك تنجز عمل المهم بعدين تنتقل للآخر ما تعمل عملين مع بعض فهاي فترة مهمة جدا عشان هيك لازم تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا يعتبر هذا يوم من الأيام المميزة جدا بالنسبة لأغلب موليد برج العقرب فاليوم بيجتازوا بصورة عام يوم إيجابي بيبعث على البهجة والانشراح بوسعك وممارسة نشاط فني طبعا اليوم برضو بيعزز العلاقة ما بينكوا بين الأحب أو بينكوا بين الأبناء أو أحد الوالدين أو حتى أمور إلها علاقة بالهوايات ممكن اليوم تمارس كل المجالات حتى التجميل ولباس جديد قصة شعر هاي الأمور كلها اليوم ممكن تكون ظاهرة على الساحة فعشان هيك بدك تباكر لعملك بكل أنواعه حضر بشكل جيد حاول أنك ما ترتجل الأمور ممكن اليوم بعضكوا يطلق مشروع أو مبادرة أو خطة معينة عشان هيك الأجواء جيدة والحض لجانبك فبدك تستغلها بكل قوتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا الاهتمام كله رح يكون على البيت على العائلة على تصليحات ترميمات مشتريات مقتنيات أعطال منزلية مناسبات اجتماعية عائلية كل هذا اليوم أنت ممكن أن تظهر بعض الأمور اللي إلها علاقة في هذا الأمر وتركز أنت عليها بشكل كبير عشان هيك بدك تلطف الأجواء وتتفاد الأزمات وتكون مخلص لارتباطاتك بشكل كامل ممكن شوي يعني أنك تتراجع عن بعض القرارات أو تعزز العلاقة ما بينك وبين الأقارب بشكل أكبر نسبة الحضوض تقريبا عالية جدا في هذا الموضوع وممكن تهتم بأمور تصليحات أو ورشة عمل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم تكثر عندهم الاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة طبعا اللي عندهم امتحانات أو عندهم مقابلات ممتاز جدا برضو في بعض أشخاص من مرج الجدي بحاول أنهم ياخدوا دورات معينة بالفترة هاي أو عندهم متشجعين لدورة أو أخذ كورس معين في شيء معين الفترة هاي إيجابية حتى للامتحانات والمشاركة بالمؤتمرات والندوات والمقابلات وممكن تسوق لأي شيء اليوم تلاقي له رواج حلو أو استحسان عند الطرف الآخر وانت عندك قدرة إقناع عالية وسرعة بديهة عالية اليوم فممكن تحقق كثير من الأشياء الإيجابية لا إلاك برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا القمر صار في البيت الثاني اللي له علاقة بالمال فعشان هيك الاهتمام كله رح يكون اهتمام مالي من إما مشتريات أو استرداد أموال أو إشيء لتحسين الميزانية أو مشروع جديد أو هدية جائزة دعم فواتير ممكن أموال بتفقدوها أو بينتصب عليكم يعني هذا كله اليوم رح يكون وارد فعشان هيك بدك تنتبه على أموالك من الصرقة والضياع والنصب المشتريات الغير ضرورية يعني هذا اليوم ممتاز جدا لتحسين وضعك المالي إذا أنت خططت لأمور مالية أو استرداد أموال لإلك أهم شيء زي ما حكينا ما توالغ بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة لإلها علاقة بعلاج أدوية مستشفى فعشان هيك بدك تنتبهوا على هاي الأمور برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر الآن صار موجود عندكم فعشان هيك بعطيكم طاقة عالية جدا وبتشعر اليوم بالمشاط العالي اللي كان مفقود بالأيام الماضية بسبب القمر أنه كان في بيت المتاعب ولكن الآن عندكم الأجواء جيدة وداعمة وبوسعكم المبادرة اليوم بأي خطوة بأي شيء جديد اليوم ممكن كثير من الأشياء تكون لصالحكم أهم شيء أنك تعزز معنوياتك وتنطلق ما تتأخر ما تتوانى ما تتكاسل ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعديلات على أي شيء له علاقة فيك يعني عاطفيا ماليا أمور لها علاقة بالبيت بالعائلة ولكن ابعد عن القرارات الحاسمة بالفترة هاي لأن القمر لسه ما أعطاك الإضاءة الجيدة رغم أنه ممتاز ما فيه أي شيء ولكن احتياطا خلي الموضوع كمان يومين بكون أفضل لا إله هيك من كنتهينا من توقعكنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر